يروي هذا الطفل الصغير لحظات لا تنسى عندما عذب مع أخيه وأخته على يد أبيه وزوجته وهم سكارة أطفال ثلاثة تعرضوا لأبشع أنواع التعذيب عندما كان يتعاطى ويحتصي والدهم الخمر كما تقول والدتهم وعلى أثرها توفي أصغرهم ذو الأربع سنوات وإليكم القصة على لسانها طف الجقاير بأدسامهم على الضروب على طفل مكسورة رجله بالبيت يعني قاعد ما يودوه على حرق الأعضاء مالتهم طبعاً الحرق الأعضاء بالنسبة للفدك والعلي تنيناتهم أثناء التعذيب والتعنيف طفل عباس الله يرحمه ابني صغير توفى ما تحمد يعني أتر شيله ورجده على الحائط الرجد هو بالنسبة الزوجي اللي هو سلام محمد هبالي كان يشرب ويتعاطي والدة الأطفال المنفصلة عن زوجها تقول بأنه خطف الأطفال عند خروجهم من الحضانة وبعدها بدأ بتعذيبهم وعند معرفتها بالحديثة أقدمت بعدها على رفع دعوة قضائية وتطالب بحق أبنائها رفعت دعوة بمحكمة أبو غرق كانوا الأطفال عند عيالي أخذوهم ضموهم طلبت أنه ينحكم أبوهم ومرت أبوهم أنا أشد أنه ياريت له يطلع حقهم يطلع حق أطفالي حديثة مروعة من حوادث العنف الأسري تنتظر تدخل السلطات لبيان ملابساتها ومعها يبقى حق الردي مكفولاً للجميع من العاصمة بغداد بدر الركاب التغيير